شكلت العودة المفاجئة للزعيم الماليزي مهاتير محمد إلى سدة الحكم في كولا لنبور من بوابة الانتخابات النيابية ضربة للسياسة السعودية والإماراتية حيث راهنت الرياض وعبوظبي على فوز حليفها رئيس مجلس الوزراء السابق نجيب عبد الرزاق وقدما له الدعم المالي السخي وكان عبد الرزاق قد طلق من الرياض هبات مالية خاصة إضافة إلى صفاقات بمليارات الدولارات أبرمتها حكومته مع السعودية في الفترة السابقة وتحديدا في خلال الزيارة الأسيوية التي قام بها الملك سلمان بن عبد العزيز في شباط الماضي وسبق أندج الإعلام الماليزي عام 2016 بخبر عن هبة سعودية سرية قدمتها الرياض إلى رئيس الوزراء الماليزي ودفعت عبر التحويلات على دفوعات قبيل الانتخابات التي أجريت عام 2013 كما ارتبط اسم عبد الرزاق بأموال حولتها شركة الاستثمارات البترولية الدولية المملوكة لحكومة أبوظبي إلى الصندوق الحكومي الماليزي عام 2005 قالت الشركة حين ذاك أنها وافقت على منح صندوق التنمية الماليزي مليار دولار نقدا فضلا عن تحمل ثلاثة مليارات ونصف المليار دولار من ديونه في مقابل بعض أصوله وسط تسريبات عن أن هذه الأموال تحولت بعد ذلك لحساب عبد الرزاق الخسارة السعودية الإماراتية في ماليزيا لا تكمن في عدم وصول حليفها عبد الرزاق إلى السلطة فحسب بل بوصول رجل ضد سياساتها أيضا ومعروف أن مهاتير كان معارضا بشدة للعدوان السعودي على اليمن وأدل بتصريحات عنيفة ضد الرياضة التي قال إنها ليست شريكا مناسبا لماليزيا في تعزيز الاعتدال في العالم الإسلامي أو في مكافحة الإرهاب كذلك كان لمهاتير محمد موقف بارز فيما يخص قضية القدس واعتراف الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بالمدينة المحتلة عاصمة للعدو الصهيوني إذا دعا في احتفال حاشد كل الدول الإسلامية إلى قطع علاقتها بالكيان الغاصب